اشتركوا في القناة ابدا الستك هي اللي قالت لك تسألني لا بابا انا اللي بدي اسألك حسيتك متدايق انت لما كنت تقوز حية كنت كتير تمبسط بس هلا لا بعدين ليش اخدت معك الجفت والمسدس مسعود الله يخليك لا عاد تسألني ولا سؤال يا ترى فيه ابا بيسمح لأولاده يسألوا لهالدرجة مثلي يلا خد معك ايما ننزلوا سواء لاحقوا اشتركوا في القناة امي؟ شو صار ببيتنا ما في شي لما كنت عم نظيف وقعوا الغراض وما لميتون وين كن لها هلأ كنا عم نحكي أنا ومنال وهلأ بدي حكي أنا وياكي منتي فيك تتركينها شوي لحالنا حاضر بابا يلا عم اسمع أنا فكرت وقررت أنه ما نكمل حياتنا سواء بدك يا أنا نتطلق يعني ما عد بدي نزعل من بعض أكتر من هيك أنا حكيت مع منال لبين ما روح على فرنسا رح بقى هند أمي وبصير بروح على الروضة مشان نشوف منال رح كون كتير مبسوط إذا رجعت من فرنسا وشفتك أمي أمي المترجم للقناة 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 حبيبتي روحي تفرجي على المسلسل أنا راح أحضر الصفرة وبلكي بعد شوي بحط الطياب بالغسالة كمان مشي الحار راح أحلى مشهد علي تعبعوا بعدين بالإعادة يلا روح أنت غير طيابك وأنا بحضر الصفرة لا تأخذيني راح أعزبك صحيح أخي اليوم إجل عندي عمي سأل إذا بدنا نروح معه عفرنسا ما قلت له أنه فريال عنده عملية لأنفا؟ قلت له والله كل مرة بنادولنا على مشوار عم نطلع لهم بني تفجي إيه؟ وأنت عم تستغلني مشان تبرر شو قالك؟ أخي بهيك مواقف بيرد علي وهو ماشي آه ليكي عميلي حسابك أنه بعد كام يوم راح نصير ناكل من تحت إيدين أمي من وين جبت لي هالقصة هلأ؟ أمي ما بتطلع عالطيارة يعني ما راح تروح مع أخي لهيك راح تجي تقعد عنا لبين ما يرجعوا حبيبتي يا أمي أحمد مع أساس صاروا عالطريق وين هلأ؟ عم بيصلحوا الطريق لقدام بيكونوا علقانين بالزحمة ستي مين هدول اللي جايين؟ من عنا من الضيعة جيران قدمة أبيوتنا كانت بلزق بعض نحنا شفناهن من قبل؟ رضا حضر جنازة أمك الله يرحمها يمكن إذا شفته راح تتذكروا مين ومين جاي هنك تارشي؟ لا جاي رضا وبنته بس مرته للرضا ماتت وهي عم تولد البنت قديش عمر بنته؟ لما تركنا الضيعة كانت لساتة كتير صغيرة يعني بل كتير بتكون صارت بعمر في دا قديش عارت الساعة؟ وين مات يلده وشاهي ناس؟ في عندهم شغل كتير يا أبني بس يخلصوا وبيجوا طيب على القليل يتصلوا ويخبروا بعدين في شغل بآخر الليل لسه ما أجوا؟ لا بابا لساتهم ما أجوا وانت إلى وين؟ بدي أحكي مع شاهي ناس مات يلده وين كله هلأ؟ خلصنا الشغل اللي عنا وهلأ عالطريق شو هالشغل يلي بيضلة متل هالوقت؟ نطرنا كتير عالدور بالقنصلية وقبل ما نروح عالشغل مرينا عالخالة عيشة يا دوب خلصنا في ضيوف جايين من الضيعة وما حدا هون وانت النسوان ما حدا منكم بالبيت شو نحنا عم نتأخر على كيفنا يعني مسعود؟ عم قللك هلأ لحتى خلصنا الشغل شبك يلا شوي منوصل بعدين فهمني انت ليش هلقدم عالصيب؟ طيب طيب خلص بشوفكم بالبيت شوفي ماتي؟ ما بعرف شوفي عم يصرخ يعني وين بدنا نكون؟ لك تقولي راجعين من شي سهرة لات الدايقي بنكون مخنوق من البيت حكيه كتير بدايق انا ما عم بعمل شي مومنيح في ضيوف جايين لعنا ونسوان البيت بره ولهلأ ما رجوا يعني شو هالحكي شهيناز؟ شكله صاحبنا عم يلعب دوره بدو يقابل الضيوف لما يجو على اساس انك مرتو ايه بس انا ما نسيت بيت في عندي شغلي يعني احتمال بأي يوم الطرق تأخر وما لي خلق ضلقعدة بالبيت حالو سالا؟ عرفي؟ هذا ابني بابا؟ في سيارة فاتت كأنه نوصله راح اقلهم خليهم يجيبوا الخار وفلا امي عدي الله يخليكي على شو مستعج لهيك؟ ليش لاتعزبي حالك؟ بيكونوا لسه ما خلصوا اهلا وسهلا علي يحيا خلينا ياك الله يعطيك على أدنيتك ما بعرف شو كان صار فينا لو ملعيناك شوال حكي يا رضا الله يسامحك رؤى ايدك عمو اهلا وسهلا بنتي تسلم عمو اجينا نسجل بنت من الجامعة ضعنا بشوارع البلد يا علي يحيا ومصيبة ورامصيبة كان في معنى كان قطعت تتياب مع شوية مصهاري بشنتة سرؤوننا ياهون ولاد الحرام الله يعود عليكم تسلم يا ابني الله يخليك طيب ليش ما دقيت اللي فورا؟ معقول ما دقلك يا علي يحيا ليش نحنا مين في إنا غيرك أنت وأحمد بالمنطقة والعناوين والتليفونات كله ياتهم رحوا بالشنتاي كنت متذكر اسم المعرة طبق أحمد وعنوانه سألت لحتى عرفت رقمه ما قادرنا نشوفه لأحمد الحمد لله قادرنا نشوفك انت منيح الحمد لله على السلام تفضلوا خلونا نتعشى بتكونوا جوعانين من مشوار الطريق ايه والله يا علي يحيا يسلموا الإيدين ما بتأسروا بنهم تفضلي شوف هاي أمي كمان هون أهلا يا رضا فالقمين يا كيف صحتي الحمد لله أهلا وسهلا بنتي رواء ما شالله أهلا وسهلا بنتي أهلا وسهلا فضل رضا مرحبا تعي بنتي ما شالله شو كبراني آخر مرة شفتها كان عمر السنة نعمر بيروح متل شربة المي فداء فخرية جيبونا الخروف بسرعة مرحبا صبري مرحبا مين الضيوف اللي إجوا هدول من ضيعة عمو علي يحيا نحنا منعرفون والله أمي بتعرفون أنا ما بعرفون هن يمكن وقت الجنازة إجوا لهون طالما هيك معناها نحنا ما منعرفون يلا سكر رح نفوت ماشي برافو عليكي إجاباتك صح خلص الدرس يلا خلينا نضب ضيب وهي إجد أمك مساء الخير أنسي مساء الخير سي السورية تفضل يفوتي إذا الدرس خلص رح أخذه ما بدأت لك أكتر أكيد في عندك شغل لأكتر